بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتة مرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات في هذا اللقاء حياكم الله مبارك فيكم نبدأ بتفسير الآية المباركة في سورة الأنبياء في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك إصبحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا يعني سقفا للأرض ومن عليها السماء فوقهم والسقف ما يكون فوق الناس فوق الرؤوس محفوظا بمعنى أن الملائكة الكرام يحفظونه من الشياطين الذين يسترقون السمع وكذلك الشهب التي جعل الله في السماء لأجل أن يرمي بها الشياطين فلا يسترقون السمع من حديث الملائكة عليهم الصلاة والسلام فإذا صعد الشيطان ليستمع أطلق عليه الشهب فإما أن يحرقه قبل أن يصل إلى الأرض وإما أن يصل إلى الأرض ويلقي كلمة سمعها من حديث الملائكة يلقيها على الكاهن ثم الكاهن يكذب معها مئة كلبة فيصدق بمئة كذبة من أجل الكلمة التي سمعت من السماء هكذا فعل الشياطين الله حرسها بالنجوم بالملائكة وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ كَمَا يَقُولُونَ عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم تقول الشياطين وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا هَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وشُهُبَ حَرَسْ مِنَ الْمَلَائِكَةَ وَشُهُبْ مِنَ النُّجُومَ وذلك لحمايتها من استراق السمع الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها الناس عن آيات السماء وما فيها من الشمس والقمر والنجوم وما فيها من العجائب معرضون لا يتأملون فيها ويستدلون بها على عظمة الله سبحانه وتعالى فهذا لوم للناس الذين لا يتأملون في آيات الله الكونية ولا ينظرون فيها نظر اعتبار ونظر تعظيم لله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وهو الذي خلق الشمس وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك والفلك هو محل الدوران للكوكب فالشمس في فلك والقمر في فلك والنجوم في أفلاك كلها تدور في هذه الأفلاك على الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى كل في فلك يسبحون يعني في الفضاء لا يمسكها إلا الله سبحانه وتعالى بقدرته ومشيئته نعم جزاكم الله خير يا شيخ صالح نذكر السادة الإخوة والأخوات الذين يريدون الاتصال بفضيلة الشيخ صالح بتليفون البرنامج وقبل ذلك نود أن نذكرهم بأن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة وقصيرة وأيضا تكون في محيطنا الشرعي تليفون البرنامج 011-442-83-13 011-442-83-13 من الأسئلة التي وردت شيخ صالح قبل بداية البرنامج أبو عدنان يقول أيهما أفضل فضيلة الشيخ بالنسبة لطالب العلم أن يأخذ العلم عن طريق الأشريطة والكساتات والتسجيلات أو عن طريق مجالس العلماء أخذها عن الأشريطة والكتب هذا خطأ وضلال لأن من يعتمد على ذلك قد يظل لأن الكتب فيها ما هو دس وفيها ما هو كذب وفيها ما هو خطأ لأنها من عمل الناس وعمل الناس يعترضه الخطأ هذا إذا كانوا ناصحين وقد يكون مؤلف الكتب غير ناصحين يكونون مفسدين لأفكار الناس يكتبون فيها ما يظل الناس فإذا أراد طالب العلم أن يقرأ في كتاب فلابد أن يعرضه على العلماء ليروا هل هو صالح للمطالعة والاستفادة أو غير صالح ولا يهجم على الكتب من غير أن يستشير أهل العلم أو يقرأها عليهم ليشرحوها له فالعلم يأخذ عن طريق العلماء وإنما الكتب أدوات يستعينون بها على طلب العلم وأما العلم فإنه يتلقى عن العلماء لا عن الكتب نعم حسن الله إليكم من الأسئلة التي وردت يقول هذا السائل بأنه رائي سوداني في البر عند كفيله ويكون في بعض الأيام البرد شديد وقارس ولا أستطيع العمل وأجمع المغرب والعشى فقط هل يستصح صلاتي؟ لا الماء لا داعي للجم مدامك في محل دافي تصلي في كل صلاة في وقتها ولا تجمع بين الصلاتين لأنك لست سائرا في الطريق وإنما أنت نازل والنازل يصلي كل صلاة في وقتها نعم من الأسئلة التي وردت أيضا شيخ يقول السائل هل هذا حديث عالم واحد أشد على الشيطان من مئة عابد اشرحوا لنا هذا وهل هو صحيح؟ نعم هذا معناه صحيح أن الشيطان لا يخاف من العباد لأنهم ليس عندهم علم ويظلهم هو وهم لا يدرون وأما العالم فإنه لا حيلة له فيه والعالم يقاوم شر العابد العالم يقاوم شر الشيطان والعابد لا يستطيع أن يرد شبهات الشيطان ويعرف الخطأ من الصواب فلذلك العباد لا يشكلون على الشيطان يظلهم وأما العابد فإنه فإنه يعجز الشيطان عنه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب نعم أحسن الله إليكم أم شهد تقول الشيخ في الحديث للصائم فرحتان الفرح هنا هل هو حسي أم معنوي الفرح حسي بمعنى أنه يستبشر وينبسط وذلك عند فطره يأكل ويشرب بعد أن كان ممتنعا من الأكل والشرب وقد يكون عطشان قد يكون جائعا فيفرح إذا رخص الله له بالأكل هو الشرب بعد المنع فهذا فرحه عند فطره وأما فرحه عند لقاء ربه فلما يجد عند الله من فضل الصيام والصائمون لهم باب خاص من الجنة يدخلون منه ولا يدخل منه غيرهم إذا دخلوا أغلق يقال له الريان نعم نذكر للسادة المشاهدين بتليفون البرنامج مرة ثانية 011442 8313 ونبدأ بأخذ الاتصالات معنا عبدالله من الأفلاج فضل عبدالله السلام عليكم وعليكم السلام يا شيخ قبل أكثر من ثلاثين سنة كنت أطوف بدره طوفي فاضة طوفي وداع طوفي تطوع وطفت مع الحجر جاهلا بعض الأشواط فما الحكم في ذلك وهل عليه شيء نعم معناه أنك ما كملت الأشواط الحجر أغلبه من الكعبة فأنت ما استكملت الطواف على الكعبة ولذلك أنت تراه مخوطا لأن لا يطوف الناس معه فلماذا تدخل أنت أنت أخطأت في هذا جاهلا أنت أخطأت في هذا اسمع يا أخي أنت أخطأت في هذا ولم تكمل عمرتك نعم يسمي بعض الناس شيخ حجر إسماعيل التسمية بحجر إسماعيل هل هي صحيحة لا أعرف لها سببا لا أعرف لها سببا وإنما يقال له الحطيم لأنه احتطم من الكعبة لما أرادت قريش أن تبني الكعبة وهي لا تبنيها إلا بمال حلال طيب فلما جمعوا مالا طيبا حلالا ليبنوا به الكعبة لم يتسع هذا المال لعمارة الكعبة على قواعد إبراهيم فاحتطموا منها هذا البقعة وبنوا ما استطاعوا هذا سبب تسميته بالحطيم وهو من الكعبة لا تجوز صلاة الفريضة فيه ولا يجوز دخول الطائف معه نعم من الأسئلة التي وردت البرنامج شيق هذا السائل أبو هشام يقول ما حكم من فعل محضورا من محضورات الإحرام جاهلا أو ناسيا مثل لبس الطاقية على رأسه أو سروال قصير على الإحرام إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه لكن يجب عليها أن يصلح الخطأ فيزيل الغطاء إذا كان قط وجهه غطى رأسه إذا كان غطى رأسه يزيل الغطاء ويجعل رأسه مكشوفا ما دام محرما نعم هذا السائل يقول أرجو من الشيخ حفظه الله أن يشرح لي حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث واضح أن الأعمال لا تقبل إلا بإذا كانت مؤسسة على نية صالحة خالصة لوجه الله عز وجل أما إن كانت الأعمال رياء وسمعة وليست لله عز وجل فإنها لا تقبل من صاحبها فلا تقبل الأعمال إلا بالنية الصالحة الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى نعم نبدأ بالاتصالات مرة ثانية بندر من عفيف تفضل يا بندر السلام عليكم وعليكم السلام الشيخ الله أجزاك خير أنا ما عندي استطاع أني أبني مسكن وفي واحد من أصحابي نازل له صندوق العفاري وهمون في حاجته وأبغى أشتري منه بسيارة مثلا فهذا يجوز يا شيخ ما نمعطيه فلوسة باشتريه بسلعة بسيارة أو أرض لكن راجعوا المكتب العقاري لازم تراجعون المكتب العقاري فإذا نقله من اسمه إلى اسمك فلا بأس بذلك نعم شكرا يا شيخ النقل الصندوق العقاري بعد ثلاث سنوات نظام يا أخي راجعوا الصندوق إنه يريد يشريه منك الآن ويصير باسمه علشان يكتبون باسمه المتقدم هذا وينقلونه من اسمك نعم شكرا فضيلة الشيخ الأخت مخالد تقول أحيانا أصلي وفي الصلاة الجهرية أقرأ فقط الفاتحة نسيانا مني هل تجزي الصلاة نعم الصلاة تجزي لأن الركن هو قراءة الفاتحة وأما قراءة ما زاد من القرآن على الفاتحة فهو سنة نعم تقول كم يصلي المسلم من التطوع في البيت وهل المرأة تصلي مثل الرجل فضيلة الشيخ في عدد الركعات لا حد لصلاة الرجل في بيته من النوافل يصلي ما يسر الله له وكل ما كثرت صلاته زاد أجره عند الله سبحانه وتعالى والمرأة مثل الرجل تصلي وتكثر من الصلاة أعظم لأجرها نعم تعرض أيضا حديث وتستشيركم فيه تعرض الأعمال على الله في يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ما صحة هذا يا شيخ الحديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس ويقول إنهما يومان تعرض فيهم الأعمال أعمال العباد يعني على الله سبحانه فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم نعم يقول السائل الرمز الاسمه برمز ألف 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 يقول بيني وبين أخي شقيقي مقاطعة ومشاجرة منذ ست سنوات ولا نسلم على بعضنا فضيلة الشيخ فيقول استعدت من الشيطان الرجيم وأردت المصالحة ولكنه أوصد الأبواب في وجهي والآن أنا حائر ونادم على هذه السنوات ويقول بأن أبنائي الآن شحنوا من قبل أخي هذا وبيننا هذه الفرقة فبماذا يوجه الشيخ صالح في ذلك نوجه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة حتى ولو لم يكن أخا له في النسب بل كان أخا له في الدين فكل المسلم كلهم المسلمون إخوة كلهم إنما المؤمنون إخوة فلا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه سواء من النسب وهذا أشد أو من الدين فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فأنت أقبل على أخيك واطلب منه المسامحة وهو إذا لم يقبل فليثم عليه وأنت تبرى ذمتك إن شاء الله فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما معنى من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له فسره الرسول صلى الله عليه وسلم فقد لغى يعني أنها بطل ثواب جمعته فليس له فيها ثواب فيصلي ولكن لا ثواب له في صلاة الجمعة ويتسطط عنه الواجب لكن ليس له ثواب فيها نعم طيب مرة ثانية نذكر بالرقم 011-442-2313 فضيلة الشيخ هذا السائل يقول بأنه من إحدى الدول الإسلامية وبلغ من العمر 45 سنة وهو فقير ولم يؤدي فريضة الحج يقول في مثل هذه الحالة هل تسقط عني فريضة الحج وأكون قد أديت الأركان الخمسة ما وجب عليك الحج يا أخي ماذا منك ما تستطيع فإنه لا يجب عليك الحج فإذا تركت الحج لعدم استطاعه فليس عليك شيء قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فالذي لا يستطيع لا يثم عليه إذا ترك الحج لأن الله سبحانه وتعالى فعذره بذلك نعم أحسن الله إليكم ناخذ ارتصال أبو أسامة من مكة تفضل يا أبو أسامة السلام عليكم عليكم السلام الله يعطيكم العافية الله يحييك تفضل يا شيخ أسألك بالنسبة لعمي الله يرحم وتوفى حصل على قرض عقاري بقيمة 500 ألف باع القرض بمبلغ 50 ألف الطرف الثاني يشترى عقار بالمبلغ هذا باسم عمي الآن وزاد عليها مبلغ 200 ألف توفى عمي الآن والقرض بينزل أو هذا باسم الورثة فما موقف أبنائه من بريب والديه والمبلغ هذا بالنسبة للبنك العقاري والطرف الثاني شكرا يا أخي هذه القضية يراجعون المكتب العقاري ويعلمون بالذي يخبرونه بما حصل هو البنك العقاري وهو الذي يصحح هذا العمل وينظر فيه نعم يقول ما المراد بالآية وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى هذا في بني إسرائيل لما عاقبهم الله بالتيه أربعين سنة يتيهون في الأرض فالله رحمهم في هذا التيه فظلل عليهم الغمام يظلهم من الشمس لأن ما عندهم مباني ولا عندهم بيوت ظللنا عليهم الغمام رحمة من الله سبحانه وأنزلنا عليكم المن وهو شيء يشبه السكر ينزل بالليل على الشجر فيأكلونه والسلوى وهي الطائر الطائر الذي يصاد ويوكل الطائر الصغير ويقال إنه طائر السمانة نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ الأخت تقول نحن في مزرعة ونسأل عن صياح الديكة ما الدعاء المشروع عند سمائها وهل صحيح بأنها ترى الملائكة كما يقول العامة نعم هذا في الحديث إنها ترى ما لا ترون إنها ترى ما لا ترون وفي رواية إنها رأت ملكا وإذا سمع تؤذن فإنه يقول أسأل الله الكريم من فضله هذا الذي ورد في الحديث نعم يا شيخ هذا السائل أبو عبد الله يقول ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو سلك الأنصار واديا لا سلكت وادي الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار هذا لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم هنين وأعطاها للمؤلفة قلوبهم من حديث العهد بالإسلام ليتقوى إيمانهم يتألفهم لذلك المؤلفة قلوبهم لهم نصيب من الزكاة وكذلك من الغنائم فأعطى فوزع المغانم وترك الأنصار لم يعطهم فكأن بعضهم وجد في نفسه من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خواطرهم بأنهم بأنهم يذهبون يذهبوا معهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدلا من طمع الدنيا يذهبوا معهم الرسول توقيرا لهم ووفاءا معهم رضي الله عنهم لما آووا الرسول وأصحابه في الهجرة فهو صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خواطرهم نعم أبو هاني من الطائف تفضل يا أبو هاني السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله زواج المسيار الشيخ هل هو حلال أول أول أحرام طيب شكرا نعم يسأل عن زواج المسيار يقول الشيخ يراجع المحكمة هذا عاقل من العقود واللي تنظر به المحكمة نعم طيب يسأل هذا يا شيخ عن تفسير البغوي وتفسير القرطبي تفسير البغوي مختصر وهو أحسن من تفسير القرطبي من ناحية أن البغوي على طريقة السلف في الأسمى والصفات والقرطبي كتاب جامع وحافل وهو يميل إلى الفقه والأحكام التي تستنبط من الآيات فهو تفسير عظيم ومبارك فيه فوائد عظيمة نعم بالنسبة يقول شيخ لدراسة الفرائض هل لابد أن تدرس نعم لابد أن تدرس الفرائض وهي المواريث تدرس على العلماء ولا تهمل لأن الناس بحاجة إليها ولأنها أول علم يفقد في الأرض كما في الحديث نعم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول جاءتني رسالة بعد رمضان بأن حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فقد صامت دهر فضيلة الشيخ يقولون بأن هذا الحديث ضعيف هم الضعفة الحديث ليس ضعيفا فهي في صحيح مسلم وهم لا يعرفون الحديث حتى يحكموا عليه بالضعف أو بالصحة فلا يجوز لهم أن يتكلموا في هذه المسائل بغير علم نعم شخصان هذه الوسائل والجوالات وهذه الرسائل التي تشكك الحقيقة في الأحاديث أو في العقيدة ما موقف المسلم من هذه الجوالات وهذه الرسائل موقفه أن يبتعد عنها وأن يحذر منها يحذر منها وينصح بالابتعاد عنها ويخلي بيته منها لا يتركها بين أولاد بين أبنائه وبناته وزوجاته لأن تجلب الشراء لهم وتضللهم نعم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أنت دبت للدراسة لمدة سنتين وكنت في مكان عملي هناك في السفر أجمع وأقصر يا شيخ ورجعت الآن بعد السنتين هل عملي صحيح؟ لا عملك معه صحيح لأنك مقيم مقيم من سنتين انقطع السفر يا أخي إذا أقمت أكثر من أربعة أيام إذا نويت الإقامة أكثر من أربعة أيام فلا يجوز لك القصر ولا الجمع لأنك إن أصبحت مقيما والذين يفتون بهذا على خطأ هم على خطأ نعم تفضل يا أبو السلطان من الرياض معنا على الخط السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام السلام عليكم الله يمسيك بالخير المذيب ينقض الوضوء؟ نعم كل الخارج من السبيلين ينقض الوضوء نعم شكرا فضيلة الشيخ من الأسئلة هذا يسأل ويقول من هم أهل الصفة ولماذا سموا بهذا الاسم؟ أهل الصفة هم فقراء المهاجرين الذين ليس لهم بيوت ويأتون ليحضروا جلسات النبي صلى الله عليه وسلم ويصلوا معه ويتعلموا منه وليس لهم بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم أهيأ لهم مكانا في المسجد يسمى بالصفة وكان طعامهم من المحسنين يأتونهم بالطعام لأنهم يطلبون العلم ويتعلمون من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم من الأسئلة التي وردت يقول السائل يا شيخ ما علاج قسوة القلب فأنا أحس بقسوة قلبي وخصوصا بأنني لا أتأثر يا شيخ بالمواعظ والنصائح عليك بتلاوة القرآن والاكثار من ذكر الله عز وجل وإسأل ربك أن يلين قلبك لذكره وللقرآن إسأل ربك ولا تقنط نعم ولا تكثر من الله لا تكثر من الله ومتابعة القنوات والفضائيات لأنها تقسي القلب وتغفل القلب نعم أبو إبراهيم أرسل بسؤال لفضيلتكم يقول فضيلة الشيخ صالح صلى الله الحقيقة أنا ملي ولله الحمد وربي أعطاني كثيرا فأحمد الله على ذلك لي أكثر من زوجة ولأولاد وبنات الحقيقة أجد من أولادي وبناتي بعض التقصير في خدمتي وأحد أولادي من إحدى زوجاتي قائم ببر وتودية إلى أعمالي وإلى المسجد وهو الحقيقة في خدمتي في أي مكان أذهب إليه وأريد نخصص له قبل وفاتي شيء من السكن والمال ما رأي الشيخ في ذلك إن احتسب الأجر عند الله فهذا من البر خير له من الدنيا وإن لم يحتسب الأجر اجعل له راتبا نقاذ العمله اجعل له راتبا شهريا في مقابل عمله فيكون أجيرا في ذلك نعم تفضل المتصل أحمد من الرياض معنا على الخط تفضل يا أحمد السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا شيخ حياكم الله تفضل سؤالك يا شيخ أنا في عندنا حلال الدجاج وغانم وأقام كالله في أحد الكلاب قام يأكل من الدجاج بس أنه ما يأكله بس أنه يعني يعظه كذا ويخليه ويسيبه خدتنا الكلب هذا طال عمرك وانت بكرامه ودعمت في السيارة ويعني الوحدي أنا بالضميرة فما أدري يا شيخ هل عليه ذنب ولا دام ولا شيء قتل المؤذي مباح يا أخي إذا لم يندفع إلا بقتله إذا لم يندفع أذاه إلا بقتله فإنه يقتل ولكن لا يقتل إلا بشيء يريحه ولا يعذبه قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته نعم فأيضا في مقابل ذلك المؤذي من الحشرات فضلة الشيخ كالصراصير وغيرها والنمل نعم كل مؤذي يجوز قتله إذا لم يندفع أداه إلا بقتله فإنه يقتل لكن لا يعذب نعم أحسن الله إليكم فضلة الشيخ هل يحس الإنسان بالتقوى وهل لها حدود وهل يحس فيها الإنسان في أعماله وما حدودها وضوابطها يا أخي مثل الأسئلة هذه ما لها جواب واضح هذه أمور ترجع إلى قوة الإيمان وضعف الإيمان والأسباب التي تقوّل الإيمان بالقلب والتي تبعث على خشية الله ليس لها ضوابط معينة أو أسباب معينة محددة وإنما عليك بذكر الله والإكثار من ذكر الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فعليك بالإكثار من تلاوة القرآن والإكثار من ذكر الله والإكثار من مجالسة الصالحين الذين تستفيد منهم نعم يقول ما فضل آية الكرسي ومتى تقرأ آية الكرسي ورد في فضلها أنها رقية وأنها أفضل آيات القرآن أنها أفضل آيات القرآن لما تجتمل عليه من أسماء الله وصفاته فهي جمعت بين النفي والإثبات أن نقص عن الله وإثبات الكمال لله فهي جمعت بين هذا وهذا فهي آية عظيمة ولها ميزة على غيرها من الآيات نعم عبدالله من الرياض فضل يا عبدالله أكسر التلفزيون شوي عبدالله تصر التلفزيون لأنك يصدى بيننا وبيضة حالك يا شيخ نعم حالك يا شيخ عيساك طيب خير الحمد لله الله يبارك لك يا طير العمر عندي الوالد مريض عجل طلع عشر سنوات والصلاة ما يقدر يصلي هو عقله تمام الحمد لله ذاكرته وكل شيء فيه طيب بس كل ما قلناه صلي قال ما يقدر إذا كان ما يقدر فليس عليه الصلاة هو الحمد لله يعني هو ما يتحرك مع شل النص نشيله ونحطه بس كل ما قلناه لصلي قال ما قدر ما قدر أصلي وهو ما يكتسب الله يشفيه لا يا أخي صليه على فراشه على حسب حاله صليه على سريره طيب شكرا شكرا يا أخي فضيلة الشيخ يقول إذا أصيب الإنسان ببلاء من مرض أو غيره فما الذي يرفع البلاء الذي يرفع البلاء هو الله سبحانه وتعالى فعليه أن يدعو الله أن يشفيه وأن يعافيه وعليه مع ذلك أيضا أن يذهب إلى الأطب الذين يعرفون الدواء للأمراض فإن الله ما أنزل داءا إلا أنزل له دواءا علمه من علمه وجاهله من جاهله ويرزع إلى الأطب بعد التوكل على الله عز وجل والكثار من تلاوة القرآن والرقية الشرعية نعم يقول أصلي الليلة شيخ أربعا ثم أسلم أربعا ثم أسلم وأشبك ذلك بتلاث ركعات نعم كونك تصلي أربعا وتستريح ثم تصلي أربعا وتستريح هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أما القنوة أما الشفع والوتر فلا تشبكها بثلاث ركعات أتي بالشفع ركعتين ثم أجلس للتشاهد الأخير ثم أسلم ثم أقوم وأتي بالوتر وهي الركعة الأخيرة نعم إذا كان الشيخ صالح يصلي أربع ركعات ثم يسلم نعم صلاة الليل مثناء مثناء يصلي أربع ركعات ما هي بجميع نعم كل ركعتين بسلام نعم يعني أربع تسليمات نعم يصليها يصليها ثم يستريح بعدها نعم عبد الله تفضلي عبد الله عبد الله تفضل السلام عليكم عليكم السلام بساكم الله بالخير الله يحييك شكرا بخير يشيخ بساك الله بالخير أهلا سهلا عندي سؤال يا شيخ لو سمحت تفضل بالنسبة اللي يدخلون المزارع ويلبطون نباتة الفاقع بدون استهدان هل يعتبر السرقة يا شيخ هذا يعتبر اعتداء يعتبر عدوان لا يدخلون المزارع إلا بإذن أهلها وآمان هذا سرقة هو ما هو بسرقة لكنه اعتداء على الناس في مزارعهم وفي اختصاصاتهم طيب شكرا يا عبدالله مع رأي الشيخ يقول السائل في الصوم الجماعي بالنسبة للبيت مع الأولاد لا يا أخي ما في صوم جماعي كل يصوم منفردا وهذا الصوم الجماعي هذا بدعة لكن لو اتفق أنهم يريدون الصوم وأنهم اجتمعوا في مكان وصاموا جميعا والإفطار حضروا يفطرون جميعا لكن هذا غير مقصود نعم من السودان السائل يقول توفيت والدتي وقد حزنت عليها ولم تحج وأنا هنا أعمل في المملكة وأريد الحج عنها لا بأس بذلك هل من البر بها جزاك الله خيرا نعم أحسن الله إليكم وبرك فيكم من الأسئلة التي وردت في الأسئلة شيخ يقول أسأل عن بيع المرهون لا يجوز إلا بإذن الراهن المرهون لا يجوز بيعه ولا التصرح فيه ولا أيضا الانتفاع به إلا بإذن الراهن نعم تفضل يا أبو عبد الرحمن من الرياض معنا على الخط السلام عليكم عليكم السلام أشترك الله في الخير كيف حالك يا شيخ خير الحمد لله شيخ بسألك الله يطول عمرك إن شاء الله أردت أن أشتري سلعة من أحد المحلات ووجدت أنه في سعرها مبالغة وقلت لي صاحب السلعة أن سعرها غالي وقال هذه أسعار قلت سوف أشتكيك على المبالغة في السل سوف أشتكيك للبلدية فنزل لي في قيمة السلعة فما حكم ذلك إذا نزلها بطيبة من نفسه وقيمتها مثل ما تساويه في السوق إذا كان قيمتها مثل ما تساويه في السوق وعند التجار ونزل الزيادة عن ذلك فهذا طيب بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ما معنى حديث الصوم حين يصوم الناس والفطر حين يفطر الناس يعني يصوم رمضان نعم والإفطار من رمضان لا يجوز لأحد أن يصوم إلا إذا أعلن الصيام من قبل أهل الفتوى وأهل السلطة في البلد وكذلك العيد ما يجوز أن يعيد أحد إلا مع الناس ولا يعيد قبلهم أو بعدهم هذا شذوذ عن جماعة المسلمين هنا أحسن الله إليكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما فضل اجتماع الكلمة ووحدة الصف على الأمة هذا الذي أمر الله به قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن التأويل فهذا الذي أمر عن الله به والجماعة رحمة والفرق عذاب فلا يفترق المسلمون على ولي أمرهم بل يطيعونه بالمعروف لما في ذلك من المصلحة وجمع الكلمة وسد الطريق على من يريد إفساد المجتمع أو يريد شق عصى الطاعة ويريد سفك الدماء ونهب الأموال وغير ذلك نعم شكر الله لكم يا شيخنا الكريم الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم الحقيقة بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك استفدنا من هذه الفتاوى القيمة المبنية على الكتاب والسنة وهذه التوجيهات والنصائح جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء ورفع ذكركم في الدارين أشكر الحقيقة فريق العمل في برنامج فتاوى من مكتبة الشيخ وزملاء معي من الفنيين والمخرجين في معي في الاستوديو شكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة